بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكن معكم الدكتور عاطف نحكي عن الأعشاب نحن أكيد بنحبكن وإن شاء الله تحبونا برنامجنا كتير كتير مفيد جدا وبتشكر يلي اتصلوا ونحن بخدمة أي إنسان بيحب يستفسر عن أي شيء عن الأعشاب لأنه اليوم معظم العالم تحولت تأخذ الأعشاب لأن الأعشاب فيها فائدة فائدة ممتازة جدا وعطت نتائج يعني اسمه الطب البديل فما في مشكلة كانت بالجسم أو كانت بالبشرة أو كانت بالعظم أو شو ما كانت بإذن الله في إلها علاج نحن اليوم بصدد شرح عم نحكي عنه هيا الأعشاب يعني اللي بيدرسها وبيفهمها يقيناً بيحبها وواحد بيسأله شو فيه بجعبتك من وصفات إن شاء الله أي شيء بتحبه وتستفسره عنه لأي وصفة فيه وصفات شعبية فيه وصفات طبية بحته وفيه أعشاب كتير دقيقة يعني بصير بدأ استشار الطبيب نحن اليوم متل ما بتلاحظوا عنا اليوم هيا الأعشاب متجانسة بالألوان يعني اللان متشابه جدا ولكن هيا عش بشي وهيا عش بشي كذلك الأمر هيا أعشاب هيا عيدان إن احنا عم نفصل بيناتهم حتى نقدر نميز ما ناخد اللان الطعم بيختلف الشكل بيختلف كشكل داخلي كطعم بيختلف وكل عش بيقلع إذاعة وفوائدة يعني مثلا هيدا جينسينج جينسينج غير مطخون مش مطخون هيدا نحنا عم نحكي عالقصة الهندي هيدا القصة الهندي شبهه باللان هو شبه شلس الزلوع كما عنا شبه تاني متل ما شايفين هذا القصة الهندي في منه الأبيض وفي منه الأسمر لكن أجوادهم الأسمر المر بنحكي عن فوائده وما بنخلص يعني بالعصر اللي نحنا فيه قثر من الناس استخدموه صغوط يعني استنشاق شو بنساوي حتى ننظف الميكروب من جو الغرفة وخاصة بجو كورونا اللي نحنا عايشين فيه معظم العالم هذا بينغلع منحط ماء مغلية ومنحطه بقلب الماء بوسط الغرفة ممكن استنشاقه على الأنف وعلى الفم لمدة ربع ساعة وبعدها منخليه بالغرفة بعقم الغرفة ما بيفوت أي جراسيم أو أي ميكروب بالهواء إلا بيضع لها وأكيد استخداموه مش يومي فيها نستخدموه بالأسبوع مرتين عادي جدا كونو كلمة صغوط يعني استنشاق كما بتلاحظو نحنا عم نخط هون التشابه هون فيه اتنين عشبتين هم ميزين باللون هيدا اللون وهيدا اللون يعني هيدا الخولنجان هاشرش الحلاوي فيه عندنا عشبه هون متل ما شايفينا شبيهة لكن بغير شكل هيتمتد بالأرض جزورة بتمشي بشكل لولبي وهيدا شرش الرباس هيدا يختلف كليا عن الحلاوي أو شرش الزلوع فكما بتلاحظو كل العشبه إلى فوائده شرش الرباس للسكري عنا عشاب تاني للسكري هيدا شرش الرباس طريقته نعع لا يغلق وكتير من الأعشاب ما بتنغلق نعع بعد النعع منذ 12 ساعة أو أكتر فيه نستخدم منه بس مش بكترة بطريقة تكون مدروسة وحسب نسبة السكري والمخزوم نشتغل عليه هيدا شرش الرباس أنا عم فرجيكم الفارق باللون والتركيب كما بتلاحظو من الداخل شبيه بالجزر بيلونه القطة يعني لكن بيختلف عن شلش الرباس يعني بس بدنا نروح نشتريه الخبير فيه هونه هو العبطار هو اللي بيعرف شو هاي العشبه يعطيكني إياها عفوا فيه ملاحظة مهمة كل العشب يقيلها سمومة يعني طريقة أخذ الأعشاب بدأ تكون مدروسة يعني افترضنا إنسان عنده سكر يبتدأ بشلش الرباس هيدا شلش الرباس ما فيه مشكلة إذا بتاخد لحاله لكن فيه أعشاب لا ما فيه عندنا ولا منفردة يعني فيها سموم بدنا نمتص من السموم عن طريق عشبه تاني يعني بما معناه هلأ هون رديناه هون حتى نجي نحكي بالأسباب اللي عم نحكي فيها كل شي فيه عندنا سموم أنجح شيء لتنظيف الجسم من السموم اللي هي عن طريق الأمعاء هو الزعتر الزعتر البري الزعتر لاسع بالطعم لاسع بس ينزل على المعدة بيغسل الأمعاء غسل ممتاز جدا جدا يأخذ بنشرب قبل الفطور يكون معدي خاوية وفيه ما بعد منأكل ما فيه أي ضرر ما فيه أي مشاكل فيه لو طعمه لاسع لكن مفيد جدا جدا منيجي هلأ للتصحيح بدنا نصحح نحن اعتبرنا خدنا الخولنجان فوائد الخولنجان إخواني مفيد جدا للي عندن ارتخاء بالمبولة ارتخاء بالبول بس لا يأخذ منفر ما بيتاخذ لحاله يضاف إليه العسل يضاف إليه الزنجبيل مش المقصود الطعم المقصود الفعالية بدنا نحن النتيجة نتيجته ممتاز جدا 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 للي عندن ارتخاء بالمبولة يعني التقطير منسميه التقطير بالبول أو البول اللا إرادي أو البول بالفراش بيعيلجوا مع العسل طريقة طبقه يطحن بينطحن بيصير بودرة وبينخلط مع العسل بمقادير أكيد حسب العمر حسب الجسم شو فيه وبدنا نتأكد إن الجسم ما فيه مشاكل بالكلة فيه سبب لإله إذا الكلة سليمة فينا ناخد منه من الخلطة اللي بنحكي فيها ما بيفيه أي ضرر على الكلة ما بيفرغ المعادن من الجسم لأنه بس يصير فيه تبول متداول باستمرار بينقص من الجسم معادن وبتأدي إلى نحول وبتأدي إلى مشاكل كتير منها يعني إذا بنا نهدها لا تحصل فيتامينات لبروتينات تنزل بالبول فبنا ناخد الحذر إنه نتأكد الكلة سليمة حتى شو نقدر نحصر هاي الحالة وصمام المبولي إذا فيه تكلس إذا فيه ارتخاء المبولي إلي عضلات بتشد وبتأخد الكمية الساعة المطلوبة والبعض من الأشخاص إن كانوا أطفال أم كبار بيكون حجم المبولي عندهم صغير اللي ما بيتحمل نسبة ماء بس يشرب ومسافر بدوا ينتبه هذي أصلا بتكون حجم المبولي صغير ما عم ننعت بالكيمويات هاي دي الوصف اللي عم نحكي عنه ممتازة جدا 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 كان عطت نتائج ملموسة ومن الله الشفاء قدت إلى الشفاء هلأ هون كما شايفين هاي تركيبة تركيبة من هدة أعشاب هاي مطقونة بس تنتحن الأعشاب بالطريقة هاي صارت مخلوطة بالمقادير فينا نخلوطها بالعسل فينا ناخد منها منفردة عن طريق الشرب نعو الشرب حسب طريقة التطبيق لإلها وأكيد بد يكون إنسان مختص يعرف كيف يركبها وتنتحم بطريقة زليمة مش تسكن حرارة يعني في بعض المطاحم بتكون شو عم تعليقها عليك راحت من الفوائد بدأت تكون باردة ما تحمى بتطحن تكون سليمة مية بالمية وساعتها أو بينخلط معها عسل أو بتأخذ منفردة يعني مثلا مثل هاي الخلطة هاي الخلطة للسمنة معلجة السمنة اللي عندن وزن اللي هو السوليليت بسموه اللي عندن وزن زائد هاي بيخدوه من شان عدة حالات مثلا بيصير في عنا نحنا منسميه المرض الصامت تلاقوا البنت أو الامرأة أو الولد أو الرجل صار بيعم يصير عنده سمنة نحنا ما عم ننعت بحدا بيصنع أكل هاي أسبابة بتكون الغداد خلص أفلت من وراء شو الأكل الجاهز المعلبات المواد الحافظة الأشياء المقلية الماء شرب الماء مع الأكل الخبز الغير مدروس اللي هو الأبيض اللي موجود بالأفران يعني سبحان الله ما بقفينينا نخي أكتر من هايك صار في عنا أمراض متراكمة بيجاء أجسامنا من وراء عدم دراسة المواد المغزلة اللي عم نقدر فهيدي فيها تركيبات متعددة اللي بيدخل فيها عفواً الخروب كما شايفين الخروب كلنا بنعرفوه الخروب في منه بينهم الدبس يعني أو مربى الخروب حسب التسميات لكن هذا بهذه التركيبة بينطحن كامل شو بيصير عنا اللي عندن شراها بالأكل بيصير في عندن فقدان شهية وكمية الأكل كل واحد بيعاني من هاي المشكلة يأكل كميات قليلة ولو خمس وجبات ما في إشكال بيفي أكل خمس وجبات قليلة جدا ما في إشكال مش عدد الوجبات نحن نحكي بنوع الكمية الكمية ونوع الأكل يعني مثلا أنا ما في أكل زيوت آكل بزيوت فيها مقلية كذا مرة وخاصة اللحوم الخمرة النجاج اللي هو الفروج النجاج الأسماك بس كلمة مقالة يعني بتدخل فيها البطاطا بيدخل فيها البتنجان من الأرنبيط اللي هو كله بيعمل ردة فعل على الجسم هي اللي بتسبب كوليسترول تريجليسييد هي اللي بتسبب السكري لأنه الشرايين بتتأفل تأفل خلص وبيصير في عندها شد اللي بنسميها الشرايين التاجية وبيصير عند بعض الأشخاص الله يعينهم من وراء السكري بيصير في عندهم مشكلة بالأطراف بيوصلوا على طريقة الغلاج لطريق مسدودة بيضطروا للبتر بيصير فيه غرغرينا نحن مش عم نخوف عم نحكي حقائق ومثل ما قلت أحبائنا نحن منحبكم وإن شاء الله رح تحبونا كل شي فيه فائدة للصحة فيه فائدة للجسم كيف منطهر الجسم كيف مننظف الدم كيف مننظف البشرة من جميعه ما تخجلوا أي سؤال إن شاء الله حاضرين للجواب علىه والشكر لله عز وجل وهيدا الشاء من الطبيعة نحن عم نشرح عن الأعشاب للوقاية ما نقع بالمرض مش مضطرين نقع بالمرض والأعشاب كتير مفيدة بتنظف ما نفتش عن أسباب المرض من شاء نجي نعالجه فيني فيه مسببات واليوم كل شيء من الطبيعة مفيد جدا والغير مؤذي كما بتلاحظوا عنا هون بستان أنا بعده بستان كان في صنف كان في رشبة كل شغلة فيها فايدة وبس نجي إلى طريقة الخلط بالتركيب وبنصحكم توجهوا للأعشاب من شان تستفادوا وتداووا صحتكم من شان ما توقعوا بالخطأ قبل ما توقعوا بالخطأ لأن الأكل اللي بيكون جاهز أو معلب أو يعني كل هذا بيعمل تراكمات فبتمنى لكم الصحة السليمة وقبل ما نتوقع بهذا الخطأ نطفوا جسمكم بالأعشاب ودرهم وقاية خير من أنطار غلاج فنحن اليوم نكون عندنا وقاية للأكل نحجب نفسنا عن الأكل ما نلقط الطعم ما بدنا الطعم والشكل واللون بدنا الصحة خلي معدتنا غزائنا دوائنا ولن نجعل معدتنا بيت الداء إذا أن المعدة فعلا بيت الداء كما قال رسول الله الصلاة والسلام المعدة بيت الداء انتبهوا لهذه الملاحظة وخذوا الوقاية والعبر من غيركم ونحن عم نحكي ويا ما أشخاص اتصلوا ومن حمد رب العالمين استفادوا وفعلا ويقينا التزموا بالوقاية قبل الحمية يعني خلص فيه وقاية بعرف هذا الأكل بديوا يأزيني ما بأكله بعرف هالتركيبة بالأكل الجاهز ما بأكلها بعرف المعلبات بأتقزيني ببعد عنها كل الشيء نحن عم نحكي عنه للصحة ومتل ما هو نحن عم نقول عشبي بتشفي فعلا عشبي بتشفي إذا حكينا عنها ما منخلص وإن شاء الله هاري السالي عم نقديها حتى شو الناس تستفاد وإن شاء الله بعض الفاصل نواصل معكم وإهلا وسهلا فيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة